مناظرة لنساء مرشحات من مختلف مكونات كاركوك شهدتها المدينة لأول مرة تم خلالها طرح مواقف المرشحات من الأوضاع السياسية ونظرتهن لحل الأزمات التي تعاني منها كاركوك لكن اللافتة أن المواقف لم تخرج من الإطار القومي والحزبي أنت شفت الحوار كان كل شيء متشنج إذا نحن من هذا الزمام التفقين ما سنبني بلد؟ ما سنبني أو نوفر الكاركوك حياة سليمة وحياة هادئة؟ يجب أن نبدأ بأنفسنا ثم بالآخرين مرشحات كرديات اختلفنا بين مؤيدة لتحويل كاركوك إلى أقليم خاص وأخرى لتطبيق المادة 140 فيما أكدنا أن الحوار الحقيقي مفقود حتى بين نساء المكونات وفي تصريحاتهم في عسال علام تأجب الطائفية والعدوانية في داخل المحافظة وكل يشد كاركوك على جهته بأنه ينتمي إليه وهم لديهم الأغلبية وهم الذين سيحكمون كاركوك المرشحة التركمانية اعتبرت المادة 140 منتهية الصلاحية ودعت إلى إيجاد آليات أخرى من أجل التعايش وعدم استحوال طرف قومي على كل المسائل ومقدرات المحافظة أهم مشروع لدينا هي الإقليم الخاص ننادي بالإقليم الخاص وكذلك الأمن الاتحادي والإدارة المشتركة لكاركوك هذه هي مطالبنا الخاصة وأظن أنه مطالب خاصة لجميع القوميات وليست لقوميتنا جمعية الأمل العراقية التي نظمت المناظرة قالت أنها تهدف إلى إيجاد نسان قيديات في كاركوك وتسجيع المواطنين للتسويطين المرأة هدفنا نعلم أن حصة كاركوك هي ثلاثة نساء مقاعد في البرلمان العراقي ولكن نطمح من خلال هذه الجلسات سنقوم بثلاث جلسات في محافظة كاركوك هي لخلق نساء قيادات والتعريف الشارع وزيادة القيادات والناشطات في الشارع الكاركوكي واشتد الخلاف بين المرشحات حول ضرورة الدراسة بلغة الأم من عدمي حيث دافعت المرشحات الكرديات والتركمانيات عنها فيما اعتبرت العربيات عنصر تفريق بين المكونات وتحد من قدرة الجيل الجديد على التواصل معا سوران الداودي الحرة كاركوك ترجمة نانسي قنقر